طب ايه اهم الحاجات اللي يبان فيها المسلم اخو المسلم جزء من التخلية ايه جزء من التخلية اشياء لازم يتخلى عنه المسلم ولا يفعلها مع اخوه اشياء وكأنها بترسمنين الخطوط حمراء في مسألة الاخوة اول خطوط من خطوط الحمراء ان لا نفقد الامانة في هذه الاخوة لا يخونه لا للخيانة والخيانة كثيرة لها تجليات كثيرة الخيانة في حياتنا ان انسان يفشي اسرار الانسان دي خيانة فالمسلم واخو المسلم عنقول ايه هي اهم محاور لا يخونه اهم محاور لا يخونه اربع محاور فالمسلم واخو المسلم لا يخونه لا يفشي اسراره ولا يمشي في اذيته يبقى لا يفشي اسراره ولا يمشي في اذيته ولا ينصر ظالما عليه ولا ماذا يعبسه بمصيره يعني ايه لا يعبس بمصيره يعني ما يبعهوش ولا يغضر بي كل هذه اشكال من اشكال الخيانة جزء من الخيانة من نفي الخيانة عن المسلم في الالاقة الالاقة المسلم باخيه انه ما يروحش من وراء يخطب على خطباته مثلا ليه لانه لا يخونه ولا يخبب زوجته عليه لا يخونه الاربع حاجات اللي احنا قلناهم دول هي اهم محاور في عدم خيانة المسلم من مسلم يبقى لا يفشي اسراره ولا يمشي في اذيته ما يمشيش في اذيته ولا ينصر ظالم عليه وفي النهاية ما يعبسه ابدا بشيء ممكن يفسد مستقبله اربع حاجات واضح قوي فيه مع عدم يا اخي انا ولا يكذبه ما يمارسش الزور معاه يعني ما ينفعش حد مؤمن بالمسلم اخو المسلم ويمارس التضليل مع اخيه احنا كتير من الاحيين بنشوف التضليل ده موجود على وسائل التواصل الاجتماعي ده ما يتنسبش مع الاخوة الانسانية ولا يتنسب مع الاخوة انه يكذب عليه عشان يحصل نفع ويتلاعب بالحقيقة فلا يكذبه اذا سأله المعرفة فكرة وجود ما يسمى بابو العريف اللي بيدعي المعرفة ويكذبه ويخليه يعيش في الوهم الاشكال اللي احنا بنشوفها من صناعة الوهم هذا يخل بمبدأ الاخوة الانسانية وممبدأ الاخوة الاسلامية ان حد يعيش حد في وهم هو كده في نقص في الايمان لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه واكيد محدش هيحب النفسه انه حد يعيشه في الضلال والوهم يرسم له احلام كاذبة يخدعه ويخليه يعيش في حالة من حالات عدم معرفة الحقيقة ليبقى لا يمارس معه الزور ولا يمارس معه الوهم وكمان لا يمارس معه ايضا حج بالحقيقة في بعض الاحيين الاهالي بيبقوا عايزين يحافظوا على اولادهم فيكذبوا عليهم فينشأ الاولاد على الوهم وينشأ الاولاد على الكذب مساعد من بيعرفه بتنهادم حياته لازم نعرف ان المسلم ما بيكذبش اخاه يعني ايه ما يخليش حياته مليئة بالاشياء الغمضة ولا الاشياء التي ممكن في مستقبل حياته اذا بنى حياته عليها تبقى مبنية على اشياء هشة المسلم الاساس ان يكون سبب من اسباب البناء الثابت لاخيه البناء على الحقيق لان الكذب هو الاخبار على خلاف الواقع فلازم يكون الانسان بيساعد اخوه انه ويعيش على ارض سابتة ويكون مصدر من مصادر يثبت الله الذين امانوا بالقول السابت في الحياة الدنيا وفي الاخر الحياة التالتة لا يخزله ما ينفعش ان المسلم اللي اخو المسلم يتركه في وقت الحاجة ادي اول حاجة ولا ينفع ان يكون في لديه قدرة على ان يساعده ثم يترك مساعدته يبقى ما ينفعش يتركه وقت الحاجة وما ينفعش ان يكون عنده فائض ولا يفيض به على اخيه يعني مش لازم يكون وقت حاجة لا هو عنده فائض وما ينفعش انه ما يدعوش لاخوه هذا نوع من انواع الخزلان ودرجة من درجات الخزلان وذلك الرسول الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا من يا رسول الله الصحابة وكأنهم اتخضوا من تكرار الرسول الله عليه وسلم نفي الايمان عن هذا الشخص قال من يبيته شبعان وجاره جائع وهو يعلم هو يعلم جوعه يعني ليه ده نوع من انواع الخزلان انه يخذوا الاخاه نوع من انواع الخزلان كمان عندما يكون قادر على اخراجه ومساعدته على النجاة ثم يتركه فشهادة الزور نوع من انواع الخزلان ترجمة نانسي قنقر